اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حرص الوزارة على تطوير السوق المركزي في المنامة بما يتناسب مع متطلبات مرتديه عبر توفير الخدمات المتطورة كافة جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة بهدف تفاقد العمل التطوري القائم في السوق حيث استمع خلال الزيارة إلى ملاحظات ومقترحات تجار السوق وأكد الفريق أن السوق المركزي في المنامة يعد أحد أهم وأبرز الأسواق المركزية وأكبرها في مملكة البحرين حيث تبلغ مساحته 141 ألف متر مربع ويضم ثلاثة مجمعات تجارية و665 وحدة تجارية الأمر الذي جعله نقطة ارتكاز لعمليات بيع المواد الغذائية ومحطة لتزويد كافة مناطق البحرين بالمواد والسلع والمنتجات وخلال الزيارة تفقد الوزير المبارك عدد من المرافق الخدمية في سوق المنامة المركزي والتي تشكل أعمال الصيانة فيها أولوية بالنسبة للتجار ومرتديه حيث وجه المعنيين إلى ضرورة الإسراء في أعمال الصيانة وتطوير المرافق الخدمية وفق أحدث المعايير المتبعة ترجمة نانسي قنقر